مبارح كانت العمليات العسكرية اللي بتقوم بيها الشرطة وكذلك القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية يوميا ولا تتوقف لأن حجم الإرهاب ضخم جدا مبارح كان فيه تدمير عدد كبير من السيارات اللي هي الدفع الرباع اللي هي محملة بقى بالأسلحة والمتفجرات اللي هي حتذهب في النهاية إلى صدور وأجساد المواطنين الأبرياء يعني وبتدخل للجماعات الإرهابية من خلال الحدود مع ليبيا فحتلاقوا هنا القوات المسلحة بتنشط بشكل كبير جدا على منطقة الحدود مع ليبيا وكمان بتواجه الإرهاب في سينا في سينا هنشوف ده كانت المشاهد اللي هي فيه زيها كل شوية لأن ليبيا والرئيس السيسي حذر من ذلك أن بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق حينتقل أعداد كبيرة منهم إلى ليبيا وكمان هو هدفهم مصر ومصر ملاصقة للحدود مع ليبيا ومنطقة حدود كبيرة جدا تحكم فيها صعب لكن القوات المسلحة يقضى جدا بالشكل اللي بيخليه بتدمر كل يومين ثلاثة أعداد كبيرة بهذا الشكل كمان في سينا دي أيضا بعض العمليات اللي قامت بها القوات المسلحة استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية تمكنت قوات وإنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سينا أصفرت عن ضبط فرد مشتبه به في دعم العناصر التكفيرية وعرب ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات النسفة فضلا عن ضبط خمس أفراد آخرين أثناء قيامهم بمراقبة تحرقات القوات وفي إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى سينا نجحت عناصر التأمين في ضبط خمس عرابات بداخلهم كميات من المواد المخدرة وقطع غيار الدراجات النارية وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية لوسط سينا هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سينا موسيقى 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 مش في الشك يا جماعة مش ممكن أبدا زي ما بقول لكم يعني هتلاقوا فيه مواجهة العمليات الإرهابية لا تتوقف منطية الحدود مع ليبيا وكذلك مصرح العمليات في سينا فشوفوا بقى حجم العمليات اللي تلاقوا وبعض هذه العمليات يعني ربما لا يتم الإعلان عنها كمان لأسباب مختلفة يعني لكن فيه بالتأكيد عمليات يومية فيه مواجهة جماعات إرهابية لا يتوقف التمويل بالأفراد والأموال والسلاح موسيقى